اشتركوا في القناة ويقول سياسية ومنة طائفية بالرغم انه شكلت حالي وقت انتخبوها ملكة جمال لبنان كأول مسلمة بتنال هلأب لمعرف التفاصيل اكتر عن اللي قالته رهف تابعوا الحلقة الكاملة على موقع الفن قبل ايام نشرت الفنان السورية روايدة عطيه على صفحتها الخاصة فيديو لا اختب تستخدم فيه جهاز الاكسجان وانقال انه عائلتها نصابت بفيروس كورونا وعن تتلقى العلاج باشراف طبي بالبات وبحسب معلوماتنا الخاصة بموقع الفن نفت هالخبر واكدت انه روايدة موجودة مع ابنة زين بلبنان وانصابت بالجريب واتلقت العلاج اللازم وعملت الفحوصات اللي اثبتت عدم اصابتها بالفيروس وانه عدوى الانفلونزا انتقلت لا اختل اللي عانت من التهاب رئوي بسيط واكدت المعلومات انه ابن روايدة ارتفعت حرارة جسمه بسبب سنانه وهي بعد فترة راح تسفر لاوروبا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ندرة للممثل المصري عادل امام مع زوجته هالة الشلقاني اثرت اهتمام عدد كبير من المتابعين واتبين انه الصور منا جديدة فحفيدة عادل امام هالة مقبل نشرتها السن الماضية حققت الممثل الكويتية فرح الهادي ضج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة احتفالها وعيد ميلاد زوجة الممثل الايراني عائلة الرئيسة فحضرت له لكثير من المفاجآت بهالمناسبة وبين عائله فرح بازياء متناسقة باللونين الابيض والاسود وكانت زينة البات كمان بهاللونين وقدمت فرح 29 هدية لزوجة عدد سنين عمره واتضمنت شنط وتيابه وعحزية اثارت الممثل المصرية ايتن عمر جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقها اللافت على ازمة المخرج المصري محمد سامي بعد قرار شركة انتاج توقيف التعامل معه وكتبت ايتن على صفحتها الخاصة اتفقنا او اختلفنا على جودة اخر اعماله بس هيدا ما رح يخليني انكر نجاحاته السابقة وتمييزه وجغبت ايتن متابعينا لعلقوا على قصة تعامله مع النجوم وقالت انا مخصني بالقرار ولا بطريق التعامله انا عم احكي بشي محدد وهو انه عنده كذا عمل كانوا نجحين كتير من قبل طالب متابع من الفنان الاماراتية احلام الدافع عن الفلسطينية على صفحتها الخاصة واردت علاء احلام وقالت الا هالشي بالعكس كتبت على كل حساباتي وقلوبنا ودعواتنا معكن حسبي الله ونعمل وكيل هيدا اللي بقدر قوله فلسطين رح تنتصر وربي يحرسكن دعواتنا ولو فينا نعمل شي اكتر ما رح نقصر كان معكم بمجز الفن علي صولي لا تعرفوا كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد